اكد المستشار المختص في الامن القومي الامريكي ديفيد روبي ان قطر تعد الملاذة الامن لارهابيي القاعدة وطالبان والممولة الرئيسية لايديولوجية جماعة الاخوان وحماس محذرا في مقال له في مجلة نيوزويك الامريكية من جماعات الضغط التي تدعمها قطر اموال طائلة دفعها نظام الدوحة لتحصين صورته امام العالم وتزداد الفاتورة كلما ابتعد اكثر عن جادة الصواب واستمر في تعنته حتى باتت قطر من الدول المتقدمة في صناعة الارهاب وتصديره حول العالم اما عن طريق حلفائها من الجماعات المتطرفة او عن طريق صفقات مشبوهة لم تعد خافية على احد وحتى هذه اللحظة لا يزال نظام الدوحة يقدم عروضه المغرية مقابل السمعة الحسنة فتعددت اوجه صرف هذا المال لتشمل وسائل اعلامية وشركات علاقات عامة وجماعات ضغط في الولايات المتحدة في محاولة للتأثير على السياسة الامريكية المال مقابل السمعة لعله من العنوين الرئيسة المتكررة دوما في الصحف الامريكية ففي مقال للمستشار المختص في الامن القومي الامريكي ديفيد روبي قدم من خلاله العديد من التفاصيل التي تثبت صحة نظرية المال مقابل السمعة واتهم روبي قطر بانها الملاذ الامن لارهابيي القاعدة وطالبان والممول الرئيس لاديولوجية جماعة الاخوان وحماس محذرا من جماعات الضغط التي تدعمها قطر ليطرح التساؤل كيف يمكن قبول الاموال من الدولة الاولى الداعمة للارهاب ويجدد المستشار الامريكي في مقال له في مجلة نيوز ويك الشهيرة تأكيده ان اغراء ثروة النفط والغاز الطبيعي في قطر مكنها من كسب اصدقاء في اماكن غير محتملة على الرغم من انها كانت الراعي الرسمي للاخوان المسلمين ومن بين الاحداث التي يذكرها المستشار الامريكي هو قيام قطر بدفع مبالغ طائلة لشركة اعلامية تنتج برنامج اذاعيا مؤيدا للرئيس الامريكي دونالد ترامب بهدف استضافة مسؤولين قطريين وبث عروض حية لتحسين سمعة قطر بما في ذلك استضافة كأس العالم ما كشفه المستشار الامريكي في مقاله ليس الا غيض من فيض مئات العمليات القطرية المشبوهة وهي تحاول من خلالها ان تقدم نفسها على انها دولة مدنية معاصرة تمارس دورا سياسيا طبيعيا في حين انها محاولات مكشوفة لصرف نظر المجتمع الدولي عن سلوكها العدواني ولحماية رؤوس الفتنة الذين تحتضنهم وتمويلهم وترعاهم سواء في الداخل او الخارج